نسل لك سيدة الوزيرة خلفية هذا القرار لإصدار البارحة في خصوص الكوفية الفلسطينية واللي فيه برشة تعليق وحضرتك أكيد تطلع على كل صغيرة وكبيرة ولاك شفت والله هو القرار لا يتقصد أو لا يستهد في كوفية الفلسطينية في حد ذاتها كما يقال القضية الفلسطينية في قلب كل التوانسة وهذا موقف اجتماعي سياسي ذكري وطونس مسلة استثناء عجيب في وقت بعض الشعوب وبعض القادة تخلى على القضية الفلسطينية فالأمر ما يستحقش أنهم يحطوا القضية الفلسطينية على أن يحق الاختبار أو المساومة تبقى المناسبة غير المناسبة يعني بالنسبة للمذاتنا قاموا بتظاهرات قبل دعما القضية الفلسطينية ومزيل أمامهم الفرصة بعض البكالوريا نجموا نعملوا حمل التبرعات احتفالات معاملتها اختتام السنة الدراسية لهم كل ذلك وحتى في الدخول للمردس أحنا ليقرأ البلاغ بشكل مدقق إذا كان تلميذ أثر على أنه يلبس المشال الفلسطيني أو الكوفية الفلسطينية لاستطيع أن يرتديه لكن عندما يصل إلى قاعة الانتحانات ينزعه حتى لو كان لباس تقليدي تونسي مثلا يصعب مهمة المراقب في النفس الشيء يعني ليس المشكل في الكوفية وإنما المشكل في لباس يصعب ويعقد عملية المراقبة لأن مزيدة كما عنا القضية الفلسطينية عنا البكالوريا وليخطهم مزود في موضع مزيدة ومساومة هو الحقيقة صح نصب أو أراده نصبه للوزارة التربية وإحنا أخذينا القرار الوطني الذي لا يمكن أن نتراجع عنه بكالوريا تونسية فوق كل مزيدات والمراقب الأستاذ المراقب هو معناتها في وضع مش ساهل مع تطور أدوات الغش وتقنياته فأنا ما نحدش نزيد نحرج للأستاذة يلقى روحه متردد قدام معناتها قبل كانوا فتيات ربما يرتدينا لباس معين وإحنا أخذينا قرارات منذ سنوات أنه كمن تضع الخمار مثلها مثلها من لا تضع الخمار فميز حتى فرق لكن طبق شواليو زادة لأولاد مع طهي غطيو في ريوسهم والكفية هذه توضع على الكتف فأنا قلت تجنباً لأي معنتها أي مظهر من مظاهر المشادات في وسط قاعة الامتحان التشويش فالحقيقة امتحاناتنا مقدسة نعم مقدسة حتى مش بالمفهوم الديني العلمي والأكاديمي والوطني معناه هذا اللي اتحدث على حضرتك حضرتك سيدة الوزير وهي حركة غير بريئة الحقيقة معتاً ناس كل فهمتها اللي هو ناس ملقات ما تعمل معتاً هاي إن شخص لديك بيت كي ما يقولو بسيران فيروك سوغان 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 اث term اشتركوا في القناة